صباح الخير شدد رئيس الحزب الديمقراطية اللبنانية نأب طلال إرسلان على أن حسابات التكليف لا تسري على قواعد التأليف خصوصا إذا كان الاتجاه هو نحو تشكيل تجمع بين عامل الاغتصاص والبطانة السياسية مطالبا بأن يتمثل الدروس بحقبتين في حكومة من 16 أو 20 وزيرا على أن تمنح أحدهما إلى حزبه وأكد إرسلان في حديث لصحيفة الجمهورية أن ما تسمى العقدة الدرزية ليست الوحيدة التي تؤخر تشكيل الحكومة لافتا إلى وجود العديد من العقد الأخرى التي ترتبط بتوزيع الحقائب وعدد الوزراء وشروط صندوق النقد الدولي وترسيم الحدود وهذا ما يدفعني إلى استبعاد الولادة الحكومية مطلع هذا الأسبوع وأضح أن الرئيس المكلف كان قد طرح في البداية حكومة من 14 وزيرا تضم درزيا واحدا ثم قفز إلى اقتراح تشكيلة لـ 18 التي تحوي أيضا درزيا واحدا متسائلا ليش بد الحريري حطراسه براس دروز عبر رفض صيغتي الـ 16 و20 وزيرا التي تمنحهم مقعدين هل خصومته معي تبرر ضرب التمثيل العادل والمتوازن في الحكومة وحذر من أن حصر تمثيل طائفة الموحدين في وزير واحد ضمن حكومة الـ 18 مؤداه تخفيض نسبة تمثيل الطائفة إلى 5% تقريبا بدل 12% في حكومة العشرين وهذا أمر غير مقبول أكدت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للأمور الصحية بيترا خوري أن أي خطة ستعمل بها لجنة كورونا عليها القيام بدراسة للوضع الصحي والاقتصادي ووضع انتشار الوباء مشيرة إلى أن كل الدول على هذا الأساس تتخذ الإجراءات وتلك التي أقفلت بشكل كامل كان لديها أقله تغطيط اقتصادي ولفتت إلى أن خطة الأقفال الجزئي حاولت التنصل من الأقفال التام عبر تخفيف أعداد المصابين بالوباء بظل عدم وجود دعم مدي واقتصادي للمؤسسات والمواطنين موضحة أن الحل الأسرع هو الأقفال الكلي لكن يجب أن يترافق مع شروط لكي ينجح وشددت على أن هناك مستشفيات خاصة لديها القدرة على استقبال مرضى كورونا لكنها ترفض ذلك وبهذه الطريقة تزيد المستشفيات من الضغط على كاهل القطاع الصحي الذي لم يعد يحتمل أكد وزير الداخلية الفرنسي أن فرنسا تعيش تهديدا إرهابيا ونحن في حالة حرب والهجمات محتملة في أي مكان على أراضينا وفي وقت سابق طلب الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون من وزير داخليته التوجه هذا الأسبوع إلى تونس لبحث مكافحة الإرهاب بعد الاعتداء الذي وقع الخميس في نيس بجنوب فرنسا ويشتبه بأن منفذه تونسي عمره 21 عاما وجاء قرار الإليزي بعد مكالمة هاتفية جرت السبت بين ماكرون والرئيس التونسي قايس سعيد الذي أعرب عن تضامنه مع فرنسا بعد الأعمال الإرهابية نهاية الموجز إلى اللقاء